هو صاحب مدرسة كوميدية مستقلة بحد ذاته بيقدر يدخل البهجة في قلوب اللي بيتفرجوا عليه وشكل سنائي مع الفنان سعيد صالح مميز جدا صاحب صوت بوجي اللي عشنا معه زكريات جميلة في رمضان لسنين طويلة هو النجم الكوميدي يونس شلبي لكن السنين الأخيرة في حياة يونس شلبي كانت سنين مأسوية ومؤلمة سيدة عبد الحميد أرمالة الفنان الراحل يونس شلبي كشفت التفاصيل الأخيرة في حياة زوجها الراحل وآخر كلمات نطق بيها قبل وفاته ورحيله عن علامة فيها 12 نوفمبر سنة 2007 أرمالة يونس شلبي قالت إن جزها الفنان الراحل دخل في غيبوبة وقعد في العناية المركزة حوالي 17 يوم آخر حاجة نطق بيها من كلمات هي وصيته الأخيرة لها بالاهتمام بأولادهم وهم ثلاث بنات وابن وحيد هو عمر اتولد الفنان يونس شلبي في مدينة المنصورة بمحافظة الدأهلية سنة 1941 وحصل على درجة البكالوريوز من قسم التمثيل بالمعهد العالي للفنون المسرحية سنة 1969 ورصيد النجم الكوميدي بلغ حوالي 77 فيلم كان آخرهم أمير الظلام واللي شارك فيه مع صديق والفنان عاد الإمام قضيف شرف كمان قدم حوالي 20 عمل تلفزيوني وعشرات المسرحيات أشهرهم مدرسة المشاغبين والعيال كبر وكان ليونس مواقف مع أبناء مسرحية مدرسة المشاغبين فقبل حفل جوازه طلب من سعيد صالح وكل أصدقائه في مدرسة المشاغبين أنهم ما يجوش الفرح وقال لهم أنه ما يقدرش يوفر لهم كلهم أكل وأنه ما عزمش إلا قريبه وقريب العروسة واتفاجئ يوم الزفاف بسعيد صالح ومعه كتير من العاملين في المسرحية وقالوله أنهم عايزين يشاركوه فرحته يونس اتجوز من امرأة خارج الوسط الفني ومن المنصورة تحديدا وأنجم منها أربع عبناء ورفض الجواز من داخل الوسط الفني وأرمالة يونس شلبي قالت أن بداية مرض زوجها كان في سنة 95 وأنه جوزها صرف الكتير من الأموال في رحلة علاجه وقالت أن يونس شلبي كان بيمتلك بيت في شقة لكل بنت ولظروف المرض تم بيعه والحمد لله أنهم بيعيشوا في وضع أفضل وتم تعليم الجميع تعليم عالي أما قصة جوازها من الفنانة الراحل فقالت ابن عمي كان نتجوز من أخت يونس الكبيرة وبعد كده تقدم لي وقالت أن يونس كان عمره 45 وأنها كان عندها 20 سنة ولفتت إلى أن الراحل كان طيب وحنين وقالت بنت الريف بتحب الحنية عشان كده حبيته أسرتنا وأسرة يونس متربطة وما كانش لي علاقة بشغله مسلسل الأطفال الرمضاني بوجي وطمطم يعتبر علامة فرقة في مشوار يونس شلبي الفنان يونس شلبي فضل متربع العرش الكوميديا لسنين لحد بداية 2000 لما أصيب يونس شلبي بمرض السكر والقلب واتدهورت حالته المالية والصحية وحالة يونس شلبي المادية والصحية سائت بعد ما قام بإجراء العديد من العمليات الجراحية لدرجة أنه اضطر أنه يبيع آخر حاجة كان بيملكها في بلده المنصورة على تكاليف علاجه واستجابت الدولة بعد استغاثة أسرته وقررت التكفل بنفقات العلاج